اشتركوا في القناة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الخير على تلك الجمعيتان نحن مقبلون على شهر رمضان وبيننا وبينه أقل من شهرين هذا الرمضان وهذا زمن الخير الذي يتصدق به الإنسان ويفعل الخيرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا ويلهمنا فعل الخيرات نحن في رمضان الخير خمسة الذي تعودنا فيه مع جمعية سيريا كير بالعمل في محافظة إدلب وريف حلب بصنع وجبات إفطار صائم على الإفطار وربما على السحر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الخير محافظة إدلب التي تحتوي الآن من كافة محافظات القطر السوري فجاءها من دمشق ومن حمصة ومن حماتة ومن حلب ومن غيرها من المحافظات السورية وأصبحت فيها من كل السوريين وتزداد يوما بعد يوم نزوحا إذ أن النظام الظالم يغير طبيعة سوريا ويجري تغييرا ديمغرافيا على سوريا فلذلك أصبحت الآن محافظة إدلب وريف حلب مكتظة بالسكان وهي بحاجة ماسة إلى مساعدة إخوانهم فالحياة فيها صعبة الناس في الخيام دون طعام دون شراب دون لباس يحتاجون إلى خير أهل الخير وإن أهم ما يميز الشعب الماليزي المعطاء هو خيرهم وتبرعهم عن طريق جمعية سوريا كير سأل الله أن يحفظ هذه الجمعية ونحن نهيب بهم أن يوصلوا التبرعات قبل شهر رمضان لنتمكن من تحضير المستلزمات في شهر رمضان المبارا وحب ذا لو أن هذه التبرعات تصل قبل شهر رمضان بشهر أو أكثر من ذلك فتكون الأسعار مناسبة ونستطيع أن نحضر أنفسنا لخدمة هذا العدد الهائل الكبير في إدلب من توزيع سلل غذائية وصنع وجبات إفطار صائم فأسعوا في تبرعاتكم وحفوا أخوانكم فالدال على الخير كفاعله كونوا معنا في رمضان الخير خمسة أسأل الله أن يلهمنا الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة